السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفرق بين إسوة الرسول وإسوة النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ستظل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على مدى الأجيال والقرون وحتى يرث الله الأرض ومن عليها نبراسا للمسلمين يضيء لهم حياتهم وأعمالهم فقد كانت تطبيقا كريما لمنهج الله الذي جاء به القرآن الكريم ونورا هاديا لكل أمة تريد أن تصل إلى الحياة الكريمة على هذه الأرض الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم يقض لقد كان لكم في نبي الله أسوة حسنة هل تعلم الفرق بين إسوة رسول الله وأسوة نبي الله؟ نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم أولا أسوة رسول الله هي أن نقتدي به كرسول في الرسالة التي بلغها وهي القرآن الكريم أما أسوته كنبي فهي بشريته وأفعاله البشرية ثانيا الله قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إذن علاقتنا بالله ليست بلحية أو بثوب قصير وغيره الله قال إلا من أتى الله بقلب سليم الله تعالى لا ينظر لأشكالنا إنما ينظر لقلوبنا إذن ما هي أسوة رسول الله التي يجب أن نتبعها؟ أسوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم اعدلوا ولا تعتدوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تقفوا ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحة ولا تصعر خدك للناس واخفد جناحك للمؤمنين واغضض من صوتك وأقصد في مشيك واعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف ادفع بالتي هي أحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تنابزوا بالألقاب ولا يسخر قوم من قوم ولا يختب بعضكم بعضا ولا تجسسوا واشتنبوا كثيرا من الظن وادخلوا في السلم كافة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامة وأطعم البائس الفقير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامة أموالهم وأنفقوا مما رزقناكم وقولوا قولا سديدا وقولوا للناس حسنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان واحفظوا أيمانكم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم وكونوا مع الصادقين وأوفوا بالعقود وكونوا قوامين بالقصط شهداء لله ولو على أنفسكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصيام رمضان ولا تأكلوا الربا وتدبروا القرآن أخي الحبيب حيث نظرت في وقاع حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرته وتوجيهاته وتعاليمه تجد المثل الأعلى والقدوة الحسنة التي تضيء لك الطريق والحياة وتأخذ بيدك إلى الطمأنينة والسعادة وصدق الله تعالى حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال ابن كثير هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالبدل والعضاء والدروس والعبر ووصلت إلينا كاملة بأدق تفاصيلها كأنما نرى الرسول صلى الله عليه وسلم ونسمعه في مختلف وقائع حياته فقد جمع الله له بين الدعوة والدولة والرسالة والقيادة والتبليغ والحكم وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطى رسول سبقه فجاء الأنبياء برسالتهم إلى قومهم وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وختمت به رسالات السماء فلا نبي بعده فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنا بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين وقد أعطي الأنبياء معجزات حسية لعصرهم وبيئتهم أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد أعطي بجانب المعجزات الحسية الكثيرة القرآن الكريم معجزة المعجزات الباقية الخالدة إلى يوم القيامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة ووحي وكتب الله للأنبياء سابقين وكل إليهم وإلى أدباعهم حفظها فاختلف فيها وحرفت أما القرآن الكريم فقد تولى الله سبحانه وتعالى حفظه فقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكرم الله تبارك وتعالى أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فأحل لهم كثيرا مما شدد على من قبلهم ولم يجعل عليهم في الدين من حرق ورفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه وحديث النفس قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرق وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وإذا نظرنا إلى بعض وصايا وشمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة لوجدنا عجبا فكان الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على المكاره صفات أدبه الله بها وكل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبرة وعلى إسراف الجاهل إلا حلمة قالت عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله وكان أعدى للناس وأعفهم وأصدقهم لهجة وأعظمهم أمانة اعترف له بذلك أصحابه وأعداءه وكان يسمى قبل نبوته الصادق الأمين ويتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأجع الناس وقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وقال علي رضي الله عنه كان إذا حمي أو اشتد البأس وحمرت للحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتني يوم بد ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسه وعندما وجد رجلا يرتعد بين يديه قال له صلى الله عليه وسلم هو عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل جلس حيث ينتهي به المجلس وكان يمد طرف رداءه لحليم السعدية لتجلس عليه ويضع وسادته لضيفه ويجلسه على الأرض وكان إذا لقيه أحد من أصحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف وإذا ما لقيه أحد فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزعها كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأبعدهم عن الكبر ونهى عن القيام له كما يقام للملوك يجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس في أصحابه كأحدهم عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم وأعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس أحسن الناس عشرة وأدبا وأبعدهم من سيء الأخلاق لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا صخابا ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح يزور المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويقف للمرأة العجوز في الطريق ساعة تحدثه وكان يساعد أهله ويؤانسهم فإذا جاء موعد الصلاة أسرع إليها وقال أرحنا بها يا بلال وكان يوجه أصحابه ويعلمهم فيقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويأمر الصغير باحترام وتوقير الكبير والكبير برحمة الصغير فيقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وحفاظا على علاقة المسلم بأخيه وعدم إيذائه وتعاونه معه والسعي في مساعدته يقول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه ويقول المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كروبات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستراه الله يوم القيامة يغرز في أصحابه والمسلمين من بعدهم روح السماحة والعدل والمساواة ويعلمهم أن قيمة الإنسان بدينه وعمله وليس بحسبه ونسبه وجنسه فيقول صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اختضى ويقول يا أيها الناس إنما ظل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرقت ضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيمن الله أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ويقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل العربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أدقاكم ألا هل بلغ قالوا بلها يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب وقال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه لقد كانت وستظل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وهديه منهجاً ونبراساً للأمة الإسلامية ومخرجاً لها من كل مؤامرات أعدائها وسبيلاً لسعادتها وأمنها وطريقاً لبناء المسلم السوي والمجتمع المثالي ولئن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه فإن الله قد حفظ لنا سنته وبقيت سيرته خالدة شاهدة على سمو روحه وكمال نفسه ورفعة أخلاقه فما على من أراد الإقتضاء به إلا مطالعتها والعمل بما كان عليه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته